بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما يدفع به صبايا الغرز والألوان الداكنة حيرة حيرة كبيرة سواء أسود كحلي بني كثير اختيار الغرز إليهم مع عدل ضفرات مع عدل الشغلات المتعارفة عليها كثير حيرة إنه نحصل على غرزة تبين تعبنا وبنفس الوقت تبين عالشغل يعني إحنا متعب فيها مشان نطالعها وإنه هي تبين عالشغل أنا جربت طريقتين بالغرز ما بدي ضفرات ما بدي غرز هاويت عديد غرز من هذول اللفات والضباط وإلى أقريب كله ما عجبني كريت اشتغلت نموزجين من الغرز حبيت إني أنا شارككم فيهم هاي نموزج إن شاء الله يكون مبين عليكم وهذا الخلفية تبعيته واشتغلت هذا النوع ولقيت حبيت نتيجته أكثر من هذا هات تشبه الغرزة البارزة تشبهها ولكن ما ساويتها على الريب الإنجليزي عبارة عن ثلاثة مقلوب واحدة عادت ثلاثة مقلوب واحدة عادت كل واحدة إلى ميزات وكل واحدة إلى مساوي مثلاً لوني قغامي وأنا ابني بده لون كحلي بده كنزة لون كحلي وتعي أنا بلي ساوي ليها هيك سادة سادة ردت ليش لأنه الخيط رفيع عندي بما أنه الخيط رفيع أنا المفروض لقيلي غرزة شوية تقولب الشغل وما يطلع الكنزة تطلع رقيقة ولا تطلع منظرها ما لوم تقولب جربت هاي الغرزة وجربت هاي الغرزة بتبعب الكون هذا هون الصدر أنا بلشت فيه وجيت تركتها وجيت لهون للكم لشوف أنه الأنسب إليه أنا بلقيت الأنسب إليه أنه أنا تابع بي هاي مثل غرزة الريب أو مثل غرزة القبعة البارزة إذا بتتذكروها وخلفيتها كثير حلوة هذا شو من مساوقة هاي الغرزة مساوقة إنه بزيادة غرز بزيادة يعني هلأ هون مثلا أنا بتدي ستة واربعين غرزة للكم مفروض أنا بدي زيد أكثر من عشر غرز صبايا لازم زيد أكثر من عشر غرز لماذا؟ بما أنه مثل نوع اللي بليسي بتضب ولكن كثير نتيجتها حلوة وعطيت أولابي للشغل بنفس الوقت كمان هاي هاي نفس المبدأ ثلاثة مقلوب وحدة عدلة ثلاثة مقلوب وحدة عدلة ولكن منعاكسهم بعد أربعة دوار إن شاء الله تكون مبينة عليكم حاولت إني أنا صور بالنهار مشان إحسن فارجيكم إياها هاي إلى تشكيلين هاي الغرزة هاي خلفيتها تشبه المرينة بخلفيتها كمان هاي نفس المبدأ ولكن بدل ما أنه نطلع فيهن نفس النظام كلهم فوق بعضون يطلع معانا هاي مثل الريب الإنجليزي فيه عندنا هاي اللي بنخالف فيه هذو من الغرز البسيطة صبايا يعني بصراحة لون الغامئ سواء كحلي أسود بني ما بدي عزب حالي فيهن ولا أني أنا كثير صعب وهي هي شغلة رح يكون بالنهار تمام؟ وعطاها لخيتي لأنه خيتي شبه رفيع تقريبا يعني بناسبه رقم أربعة بناسبه الخيذ نمره أربعة بس أنا ما بدي يشتغله على الأربعة بدي إياه أربعة ونصف ليش وقت بيكون فيه بليسيطة صبايا بس صار فيه بليسيطة أو ضفايا بدي كبر نصف نمره تمام؟ لازم كبر بتطلع كتير الكنزة حلوة هو أساسا البليسيطة بيطلع مقوليب بالنسبة لهذه الغرزة صبايا إلا تشكيلتين أنا هون بالنسبة للصدر هذا الصدر بلشته 88 غرزة 88 غرزة تمام؟ هذه الغرزة مضاعفات رقم أربعة ثلاثة مقلوب وحدة عدل ثلاثة مقلوب وحدة عدل لاحظت لون يعني تتعذب فيها وبتشتغلي فيها لا تعطيك النتيجة اللي بدك إياها لا تعطي كثير تعذبت فيها وأكد باللون وأكد بالغرزة بس عكل حار سأعطيك إياها حبيتي تشتغليها على لون أفضح مثل الرمادي مثل البيج والأذرق تعطي لون تعطي شغلة خلوة أول تشكيلة إلى لا تنسي بدنا حافة من هون وحافة من هون وبنسبة بعدين أربعة 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 و هكذا هلأ هاي الحافة تمام؟ الحافة بنشتغلها عدلة هذا أول تشكيلة بعدين بيجيكي واحد اتنين ثلاثة 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 مقلوب هلأ هون هذا أنا لازم عاكس أنا هون لازم تساوي المعاكسة لها لأنه كل أربعة دوار من عاكسون لهذه معناته أول دور أول دور ثلاثة 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 تمام؟ هلأ بدأ تجي هون هذول ثلاثة يعني بتجي هاي العدلة بالمنتصف هلأ بدنا ثلاثة واحد ثلاثة 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 هلأ هون تجي هون بالمنتصف هاي هون العدلة بتجي بالمنتصف على الألوان الفاتحة بتطلع رائعة هين غرزة صبايا كثير تطلع حلوة على الألوان الفاتحة ثلاثة 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 نشتغل واحدة عدلة ونرجع ثلاثة مقلوب هلا هون 88 غرزة بيأخذوا معي وقت كثير بيشتغل معاكون رح أعطيكم علي هون يعني أنا بخصصر فيها بيشتغل بكمل الدور كلياته وحلاوته إن ثنينتهم غرزتهم مقلوب يعني الأفا تبعيتهم مقلوب هاي حلاوتهم هاي هون رح أكفي أنا الدور وبرجعلك تعالوا نشتغلكم ياها بالفاتح مشان إيشان تبين عليكم بالغامق كثير صعب صعب إنه تبين يلا أنا هون معاي 18 غرزة شو منقول غرزة حافة غرزة حافة ومنعد منقول أربعة بأربعة 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 إذا مضاعفات رقم أربعة أول غرزة الحافة كيف بدك تشتغلية اشتغلية تمامية المفروض نشتغل عادية يلا هلا بدنا ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب أخواتي واحدة تنتين وهي ثلاثة تلاثة مقلوب واحدة عدلة ثلاثة مقلوب واحدة تنتين ثلاثة وهي عدلة ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة واحدة مقلوب عدلة يلا هوا غرزة الحافة تمام إذا مضاعفات رقم أربعة ثلاثة مقلوب واحدة عدلة ثلاثة مقلوب واحدة عدلة هاي غرزة الحافة هلا نحنا بدور الأفة دور الأفة حلاوته كلياته مقلوب هاي الغرزة وهي الغرزة ثلاثة 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 مقلوب يعني كلياته نفس المبدأ هاي حلاوته هم هم ما في حاجة تتعذب فيها وتشتغلي بالأفة لا خلص هم الأفة كله أفة هم هم إذا كلياته مقلوب مقلوب كل أربعة دوار نغير التشكيل كل أربعة دوار نغير التشكيل صبايا هم نشان تعطي منظر التماوج أو التسابع مثل ما بيقولوا في هاي الغرزة حلوة مناسبة وفيه غرزة هاي غرزة هاي هاي مثل القبعة البارزة هاي حلوة هاي هاي بتناسب وفيه غرزة غرزة للدرج بس هذون متما عمقلك بيستهلكوا خيط بياخدوا خيط وبنفس الوقت بدك تزيدي للاكمام عدد الناسب لأنه بتضب وبالنسبة للصدر كمام بتضب معناته لازم تشتغلي عدد أكبر تمام يلا بهلا اجينا كيف اشتغلنا نحنا أول محدة اشتغلناها عدلة هلا تلاتة مقلوب واحدة تنتين وهي تلاتة مقلوب واحدة عدلة تلاتة مقلوب واحد تنين تلاتة واحدة عدلة اذا خيطك رفيقة كثير بيناسبك واحدة تنتين وهي تلاتة هاي عدلة تلاتة واحد اتنين تلاتة وهي واحدة عدلة وغرزة الحافة متل عادة مشتغلها عكس الشغل تبعيتنا شايفين شوفوشتو على الفاتح بتبين دغري هلا المقلوب مقلوب تحبناها هاي ونشتغل هلا ها عنا وحدة مقلوب تلاتة عدلة واحد لا هلا لازم كله مقلوب بتأمل ان شاء الله ما تخربتي متما هلا خربطت مقلوب مقلوب وحلوة هي شغلت المقلوب انه بتخفف استهلاك خيط وقت بيكون عندك الدور المقلوب مقلوب يخفف استهلاك الخيط يعتبر جرسي ما يعتبر بقى بلسي او مثل هدول بلسي يعني تلاتة بواحد عدلة مقلوب وبياخد غرق بياخد خيط وعدلوا المقلوب يلا هدا كله ياتو مقلوب مقلوب هم هلا في صردي نحنا هون اشتغلنا مظبوط واحد اتنين ثلاثة اربعة دوار اشتغلنا تمام اشتغلنا اربعة دوار واحد اتنين ثلاثة هلا بدنا نبدل هلا شو منا نعمل هلا هون بدنا بالغرزة هاي تكون بالمنتصف ومشو منعمل نشتغل ثنتين عدل ثنتين مقلوب هدول واحدة وهي ثنتين اذا بدنا نساويها هاي العدلة بالمنتصف وين هي بالغرزة الثالثة هاي عدلة هلا ارجعي ثلاثة مقلوب شايفة كيف ترجعها بالمنتصف واحد اتنين وهي ثلاثة تمام يلا هلا بدناها بالمنتصف معناته بالغرزة الثالثة هون هاي عدلة شغلي ثلاثة مقلوب واحد اتنين وهي ثلاثة تمام هاي كوشلون طلعت وهيك بدنا نبين معاكن هاي المقلوب هاي هون العدلة صارت بالمنتصف وهي هون ختمتيها بالثلاثة هون ترجعي واحدة بالمنتصف كيف بدك تغيريها بس انك هون بتغيري بهاي الغرزة بيتغير معك الترتيب يلا هلا ثلاثة مقلوب واحدة عدلة ثلاثة مقلوب واحد اتنين وهي ثلاثة نرجع هاي واحدة عدلة وهون بيظل معاك تنتين مثل البداية واحدة تنتين وهي غرزة الحافة معنا علاقة فيها تمام يلا المقلوب مقلوب وهذا المقلوب مقلوب واحدة ثلاثة كله كله مقلوب ما في حاجة نعد ولا في حاجة نتعذب هاي هون كلياته مقلوب هلأ دوري البعض بترجع بتكرري نفسي اللي اشتغلتي ثلاثة مقلوب واحدة عدلة ثلاثة مقلوب وهكذا بس بيختلف معك عدد الغرز ببداية الشغل بس ببداية الشغل بيختلف معك عدد الغرز تمام ها فكرة هاي الغرزة حلوة كمان مشان الأولاد بتناسبون كتير وغرزة رجالية يعني كتير حلوة رجالي وبناتي كتير حلوة بتعطي للطرفين شايفين كيف تطلعها هي هلأ بالنسبة لهي الغرزة هاي الغرزة متمقت لكم من غرزة البليسي متما انتفقنا هلأ انا هون ازدت هون اشتغلت هذا هذا ستة وثمانين غرزة على قبر نمرة أربعة طلعت فيه بالأربعة ونصف انا زدت مرة هون ومرة هون صاروا مرتين انا معي زيادة وقت بتزيدي مع طرف معي شي بعد معك معك ما زدتي بيرجع الشغل بيبين عليك هلا هم ما في حاجة انك تخالفي الشغل تشتغلي متل مالك انتي فوق بعضن اذا هاي عدلة اول وحدة عدلة ثلاثة مقلوب واحد اثنين وهي ثلاثة مقلوب نظامي الشغل ما في شي هاي عدلة عادية صبايا بتحبي تسحبية سحب سحبية في بتصير بتصيرنا تسحبية سحب وفيك تشتغلية من هون بالمثل الغرزة البارزة فيك تشتغلية من تحت وبتحبي كمام تحبي تشتغلية غرزة عادية انا اشتغلتها غرزة عادية اقل استهلاكا للخيص النصحوبة كمان ما بتاخد خيصة كثير ها يلا هلا هيك تشتغلي هذا هو نظامه ثلاثة مقلوب واحدة عدلة نفس هديك ولكن هاي انه هدو كلهم فوق بعضون يعني الغرز فوق بعضا ما بدو تخال فيهم او تشتغلي ثلاثة او بالمنتصف لا هاي هيك كلها فوق بعضا بصري ترجعي العدلة فوق بعضا بس ما قلتلك بما انه غرزة تبليس سيب تضب منزيد غرز نحن وبالنسبة للصدر كمان منقدر مثلا بدنا نحن 86 بدنا عفا بدنا اكثر 98 غرزة بنعطيها زيادة شوي مو كثير يعني شي اربعة مو اكثر مهم اربعة وحدات يعني اربعة وحدات من هدول مشان اذا تضبت معانا ما تضب كثير نعطيها اربعة مو عندنا احنا مضاعفات رقم اربعة نعطيها اربعة زيادة هاي يعني شغلتها سهلة يعني 90 غرزة اذا بدأت هي بتصلع كثير مناسبة انا عم بشتغل هلا لشب يعني عطيها العشرين عطيها العشرين مل عبره والاياس ميديوم واحدة تنتين وهي ثلاثة مارد بنرجع عم بشتغلها هاي عدلة وهلا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هون ما في داعي للحافة لان بتتبدل معاك بزيادة الغرز هاي هي صبايا المقلوب مقلوب المقلوب مقلوب بكلها الغرزتين المقلوب مقلوب عفكرا شوفي افها شو حلو شايفيه الافة كتير حلو الافة حلو والوجه حلو اثنين حلوين عفكرا استعمليها للقبعات استعمليها للسكارفات هاي الغرزة حبيت بس انو انا وياكم نتشارك بغرزتين يعني سهلات بصيصات لشغل كنزر الجادي وحسمي لكم الفيديو حيرة الغرز مع الالوان الداكنة بتأمل ان شاء الله كل عجبتكم ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك واهلا وزهلا فيكم اشتركوا في القناة